اه مسرحيا هي يعني فمش هبكة في مستوى حتى كتابة السيناريو لسيدة نادية كاش يبدو له اني ناقسم عنها دروس تكوين في مستوى كتابة السيناريوات عليها ان تتلقى دروسا في كتابة السيناريو وبعضتها نحكيه على عملية الاغتيال صحيحة ولو مش صحيحة حتى في مستوى الاخراج والتمزيق وقالة التمزيق. بلا يحادي جويض ماشي فارغة كاكا. مستوى الاخراج الضعيف برشا مستوى السياسي لو كانت نادية كاش تعتقد انه رئيس الجمهورية او الناس الماسكة بزمام السلطة في فترة ديكة وحتى السيدة نادية كاش ستسجل نقاط سياسية وتكسب تعاطف الناس فانا اقولها ركا غالطة لانه بالعملية اللي قمت بها بالمسرحية اللي عملتها نادية كاش فانه اولا اذرت برئاسة الجمهورية كمؤسسة للشخص سنا 일انا واذرت بالناس اللي اشيدة الامن بتاع مؤسس رئيس الجمهورية وهو الامن الرئاسي يعني الناس هوا تعتقد انها انتي بمجرد انك تبعت رسالة مباشرة تنهي حلها رئيس الجمهورية يعني أنتي اولان اذربت الباريد التونسي اذربت الامن الرئاسي ضربت مؤسسة رئيس الجمهورية يعني حجم الغباء اللي عنده السيدة نادية كاش وهو غباء مزمنة نحن نحكي ولي هي وحناها بعملتك أنها هي هبطة كوميونكية ما كوميونكية لهبط مريات الجمهورية نحكي ومش نادي عكيش هبطة في استاتيوه ما ليه ما هو ما ونعرف ونحن عادة تفاصيل السيدة نادي عكيش هي التي حبكت السينار وبعد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية التحقت مؤخراً وهبطت البيانة الفضيحة هذك ولي بعد كذبوه يعني بعض المعطاية تكذبت حتى رسمياً في علاقة بالنيابة العمومية والتحقيقات وأنه داخت لها داخت المرأة لها الزهل لفما رسالة لفما حتى شيء تقريباً يجيك لهنا المعطا العام اللي كنت تحكي عليه شوف معز المؤامرة أصبحت أداة من أدوات التواصل السياسي طوى تقريباً من أواخر 2019 إلى حد الآن ونحن في صلب نظرية المؤامرة الداخلية والخارجية داخلياً نحن في قلب المعادلة متاع المؤامرة وفي الملامح الكبرى رأي المؤامرة رأي فما ناس دي استراتيج نظروا لها وكتبوا عليه نحن في قلب المعادلة متاع المؤامرة كيفاش اقتصادياً مناش نحن فاشلين فما محتكرين هم الذين أفشلوا الدولة صحياً مناش نحن لمرضى فما ناس جابونا المرض سياسياً مناش نحن الفاشلين فما ناس هم الذين أفشلوا المسارات السياسية وديمقراطية خارجياً فما ناس تتأمر علينا فما دول العظمى فما مؤسسات مالية فما نحن ولينا نعطيه في الدروس حتى مؤخراً حتى دافوس نحن في قلب المعادلة متاع المؤامرة فكر رئيس الجمهورية تقريباً يتمحور حول العناصر الكبرى متاع المؤامرة ولم يستطع الخروج من خطاب المؤامرة من 2019